في خبرنا الثقافي نسلط الضوء على فعالية الدور الثامنة عشر للمعرض الدولي للكتاب والفنون والتي انطلقت يوم الأربعاء وتستمر إلى غاية يوم الأحد بمدينة تنجة نستضيف هذا الصباح سيدة ماليك العلوي نائبة الرئيس لجمعية تنجة الجهة للعمل الثقافي صباح الخير سيدة ماليكة وأنتم تنظمون هذه التظاهر بشراكة مع المعهد الفرنسي بفضاء المؤسسة الإيطالية سيدة ماليكة شعار الدورة هو إفريقيا بصيغة الجمعة ما هي دلالات هذا الشعار؟ هذا الشعار هو إفريقيا التنوه كما تعرفون إفريقيا حاليا هي المهمة القارة التي يتكلم عليها جميع العالم بصفة عامة وكان موضوع اللي ضروري نتكلم عليها في هذه الدورة هو موضوع اللي عنده مستقبل حيث يتعلق بواحد القارة اللي فيها أكثر من خمسين في المئات ديال الشباب مستقبل العالم حاليا يقول فيه هو في إفريقيا وهذه فرصة فرصة بش يكون تبادل وتكون كذلك معلومات على هذا القارة الصمراء نعم تبادل طبعا التقافي ويتجلى ذلك طبعا خلال جميع الأنشطة المواكبة للدورة ما هو جديد هذه الدورة؟ الجديد كما تعرفون احنا نهتم كجمعية مغربية نهتم بالمواضع اللي متجهة للأطفال والشباب وفي هذه الدورة عندنا كما كل عام عندنا واحد المسابقة اللي هي متعة الكتاب ومتعة القراءة وهذا العام دخلنا لغة العربية كاين واحد المبادرة باللغة العربية نعم وكذلك جديد الدورة مجلة La Gazette des Petits Gourmand أو بالعربية إذا أردنا مجلة الأكل الصغير المغربي ما هو يعني مضمون هذه المجلة الجديدة؟ هذا هدف جديد من الجمعية وهدفنا هي أن نعطي فرصة لأطفال المدارس العمومية ديالتنجة والجيها أن يتعرفون على التقافة المغربية باللغة الفرنسية وباللغة العربية ويشاركوا في هذه المجلة بأرسام وكذلك بأراء وكذلك وهي مخصصة على ما أعتقد للحديث عن عادات الأكل الجيدة وعن فوائد النشاط البدنية كذلك وعلى الرياضة والقراءة والتفقافة بصفة عامة نعم سيدة ماليكا كيف هو إقبال الجمهور على أروقة المعرض وعلى كذلك الأنشطة الموازية وهي أنشطة فنية كذلك في هذه الدورة نحن كمنظمين الحقيقة فرحانين بهذا المعرض الذي بدأ نهر الأربع سبعة مي وشوفنا بأن كائن إقبال كبير تقريبا تجيو في النهر خمسالاف شخص في النهر هو رقم مهم وتنشجع جميع الجمهور المغربي وجمهور جهة طنجة تيتوان أن يزورون من يوم الأربعة إلى يوم الأحد نعم وأذكر كذلك لمن فاته الحضور المعرض مستمر إلى غاية يوم الأحد المقبل بفضاء المؤسسة الإيطالية بطنجة كما أن سيدة مالك الدخول هو بالمجان لجميع الأنشطة كذلك الثقافية والفنية كلها مجانا نعم سيدتي أشكرك على حضورك معنا أنتم نائبة الرئيس لجمعية تنجة الجهة للعمل الثقافي شكرا جزيلا لك شكرا على الاستدعاء